أهلا بكم في آخر فقرة حوارية في حلقتنا النهاردة من عشر الصبح في الأهلي وهنتكلم من خلالها عن موضوع يهم ناس كتير وبصفة خاصة الناس اللي بتلعب رياضة أو بتمارس رياضة بشكل منتظم يمكن من الأمور الطبيعية إلى حد كبير واللي بتحصل وبنشوفها مع كتير من الأشخاص اللي بيلعبوا رياضة بانتظام هي وجود بعض ألام في المفاصل أو في العضلات ده وارد جدا وبيحصل مع ناس كتير لكن لما يكون الألم شديد حبتين لما يستمر الألم لفترات زمنية طويلة لا ده ممكن يكون فيه مؤشر كافي لأن فيه حاجة بقى مختلفة الموضوع أبعد من اللي احنا متخيلينه ممكن تكون فيه إصابة صريحة في المفاصل أو في العضلات ممكن توصل كمان الإصابة دي لمرحلة الخشونة ودي كتير من الناس بتعاني منها فده الملف اللي هنفتحه مع حضراتكم في هذه الفقرة تحديدا عشان نتأكد يا تارى الموضوع عادي ومقدور عليه ولا ليه أبعاد تانية ممكن تكون متعلقة بالغضاريف أو المفاصل في العزيز اللي منورني في حلقتنا النهاردة الدكتور أحمد رأفة المستشار الطبي لشركة تاكس فارما صباح الفل على حضرتك وإهلا بك صباح بخير أخبار حركة الحمد لله كله بخير ماما بتيالي بتسمع كتير انت بس المسألة أو مشكلة المفاصل وخشونة المفاصل إلى آخره بداية مين أكتر ناس عرضة للإصابة بخشونة المفاصل أكتر ناس عرضة لإصابة خشونة المفاصل أولا الرياضيين طبعا لأنه بيبقى عندهم وير وتير رهيب جدا وتحميل على عضلات أكتر بكتير من أي بني آدم تاني ثانيا الناس الكبار السن برضه عشان بيمشوا كتير أو بيطلعوا سلالم والرصيف والكلام ده كله بيحصل برضه أن الوير وتير بتاع المفصل نفسه بيبقى أكتر بكتير من البني آدم الشاب فبيبدأ يحصل لهم خشونة في المفصل أسرع جدا من أي حد تاني فده أغلب الناس اللي بيحصل لها خشونة وأعتقد كمان لازم نحط في الحزبة الناس اللي عندها سمنة مفرطة ده أكيد بقى الوزن ده بقى مهم جدا جدا إن ده من أحد العوامل إنه تايما الوزن لو تقيل فطبيعة العضلة مش قادرة تشيل فلي بيشيل المفصل بعد شوية بيبدأ يحصل إن المفصل نفسه خلاص بيبدأ أيتاكل فيبدأ يوصل لمرحلة الخشونة فمن أعراضها المهمة جدا إننا دايما بنلاقي طقطقة أو فرقعة أو بنلاقي إن المفصل نفسه فيه وجع مع الحركة سواء طالع السلم أو نازم من على السلم بركب عربية وبطلع من عربية ده بدايات خشونة يعني أول ما أسمع طقطقة أعرف إن فيه مشكلة إن فيه مشكلة بس هي مش مشكلة جمدة ملحوقة بس يعني فيه مشكلة لأنه بدأ يطقطق معناها إن السائل بدأ يتركز في مكان وبيصيف فراغ هوا فإن المجا تحرك ويرجع السائل مكانه ففراغ الهوا ده اللي بيخرج على هيئة الصوت فده أول مؤشر إن السائل مش مال المفصل كله نعمل إيه بقى لو سمعنا الطقطقة ده ده أول شيء لازم طبعا طبيعي إن إحنا ناكل كويس مش رمي كتير ونبدأ نشوف دكتور عليك طبيعي أو دكتور عضم نشوف التشخيص الأول وبعد كده نعالج ده طبيعيا طبعا الغذاء أهم حاجة والمكملات الغذائية اللي بتعالج الموضوع ده من مهم جدا جدا هذا الإطار حذك شخصيا تنصح بإيه؟ يعني بالنسبة للمكملات الغذائية أنا بنصح بطبعا إن بيكس فارما عاملة مكملات غذائية للمفصل زي الجوينت بيكس ده مهم جدا جدا وده كله مكونات طبيعية بيتكون من خمس مكونات الهيلورونيك أسيت والجلوكوزامين وكندروتين والبرومالين والجينجر بالنسبة لأول اتنين اللي هم الجلوكوزامين وكندروتين فدي أساسا المواد اللي بتكون منها المفصل أصلا وهي الجسم بينتجها جوه داخلي عشان الغذروف نفسه يبني الغذروف بيها فطبيعيا احنا بنضيه له من بره عشان المخزون بتاعه يكون موجود بزيادة والبنضيه دي بتبقى بنفس الكواليتي اللي هو شخصيا بيفرزها؟ بالزبط هي هي ما فيش أي فرق خالص ثاني حاجة الهيلورونيك أسيت وهو ده السائل اللي موجود أصلا جوه المفصل فاحنا برضو بنضيه له من تابلت ده اللي بيبقى زي اللوبريكنت أو السائل اللي بيبقى مانع أن حتى أي حاجة تحتك يحصل ألم والبرومالين فدي مادة مضادة للألتهابات دي مستخلص من الأناناس وهي دي اللي بتقلل الالتهابات اللي موجودة في المفصل لما بيكون المفصل فيه أي التهاب والجنجر اللي هو الجنزبيل ده بيبقى أصلا مضاد طبيعي للألم ده ربنا خلق أولنا حتى بنستخدمه في حاجات كتير أنه مضاد للألم بيسكن الألم بشكل رهيب جدا فبالتالي الجوينت بيكس بيؤدي إلى أن المفصل كله بيرتاح وبيلتأم من جديد طب هو بيبقى مناسب للشخص العادي وأكتر من الرياضي يعني هل الشخص اللي بيمارس رياضة وبيعاني من أي مشكلة من اللي حلم نتكلم فيها هل يلزم جرعات مثلا مختلفة عن الشخص العادي لا بالنسبة للمكملات الغذائية التدخل علاجي بقى بالنسبة للمكملات الغذائية فهي أصلا معمولة ديلي ريكميند الدوز اللي هي الدوز الطبيعي لأي بني آدم موجودة مغض النظر بيبقى مغض النظر عن الرياضي أو مش الرياضي الرياضي هو لونزوم غذائي مختلف عن البني آدم الطبيعي دوائيا هي هي نفسها؟ دوائيا الجرع هي واحدة لأن دي مكملات يعني دي فيتامينز ومينرالز معينة كل الجسم أي بني آدم بيحتاجها بنفس الكمية يوميا ما بيتزيدش عن الحد الطبيعي إنما الأكل نفسه بيختلف طبعا ومواعيد الأكل بالنسبة للرياضيين لازم تختلف طبعاً جداً جداً بالنسبة لبين أدم الطبيعي لأن ده لون نظام خاص عشان وكل رياض على الفكرة لها وقت ولها مواعيد خاصة فبالتالي لها نظام غذائي مختلف تماماً الميا برضو بتختلف من كل الرياضي للرياضي حسب طبيعة الرياضي اللي بيلعب فيها بس هي مهمة وثابتة عند الكل في كل الأحوال أكيد المياه مهمة جداً لأن كمان الرياضيين بالزاد بحسولهم الديهيدراشن أسرع بكتير من البين أدم الطبيعي هو المياه ينطبق عليها برضو الكلام اللي بيتقال إن الشيء لو زاد عن حد ويتقلب لضده ولا ما ده ما ينطبقش على المياه المياه مش كده خالص المياه ممكن نشرب كميات كبيرة جداً كل ما يزيداً حدنا كده كده الجسم يتخلص منه سواء على هيئة عرق أو سواء على إخراجات بس سواء كده كده يخرج من الجسم لكن احنا بنحتاج مياه كتير جداً لأن أصلاً إن الواحد يوصل لإحساس العطش ده غلط دي بداية الجفاف هي دي المشكلة الناس كلها تستنى لما تعتش تشرب ده مش صح مفهد أن أنا أشرب حتى لو أنا مش عطشان عشان ما وصلش مرحلة الجفاف فبداية المرحلة دي الجسم يديني إشعار إن أنا عطشان فده أعرف أن انت كده بدأت تخش في مرحلة الجفاف فبالتالي ده بيأثر على العضلة بيخليها برضو ما فيهاش مياه ما فيهاش دورة مياه كويسة بيأثر على المفصل إن الليونة والحركة اللي فيه بتقل فأبدأ يحصل مشاكل زي الخشون طيب بالنسبة للفئات العمرية اللي ممكن تتعامل مع الجوين بيكس يعني هل ابتداء من سن معين يقدروا ياخدوه لو هم بيعانوا من أي مشكلة في المفاصل أو العضل هو الجوين بيكس كده كده مش لازم مرتبط إن يكون عندي مشكلة أو إحنا ممكن ناخده كوقاية أصلاً لو أنا ما عنديش مشاكل في العضل فأنا ممكن أخده أصلاً عشان ما أوصلش للمشكلة هو علاج أوكي بس نفس الوقت هو يحميني من إن أنا أوصل للمرحلة دي أصلاً فأنا ممكن طالما أنا واحد رياضي يبلع برياضة وفيه تحميل على مفاصلي من الأفضل إن أنا مثلاً أخد الجوين بيكس على أساس إن أنا كده كده من الأكل مش هأخد الحاجة اللي أنا محتاجها كافية فأخد المكمل عشان أعمل وقاية إنه ما يحصل ليش أصلاً طب ده الشق الوقائي الشق العلاجي بقى يعني لو في حد عنده مراحل متقدمة نسبياً من الألام اللي هو بيعاني منها في المفاصل أو في الغضريف إلى آخره إلى أي درجة ممكن برضو يبقى ده عنصر ملطف للحالة لا هو طبعاً أكيد طالما هو عنده مشكلة مرضية فهو لازم يكون أول مع دكتور علاج طبيعي بيعمله التمرين المطلوبة ونريح الألم بشكل مطلوب معها إن الجوين بيكس ده هيقدر إنه هو يخلين المفصل نفسه يهيل أو يلتقم من جوه فما يحسش بالألم ويقدر يعيش حياته طبيعي يعني مع بعض ده بيؤدي إلى أحسن نتيجة غير لما أشتغل ده الواحد وده الواحد طب أرجع تاني برضو للسؤال اللي فات ابتداء من سن كام أقدر أخده وانتهاءاً بسن كام أقدر وإحنا بنتكلم من سن 16 سنة ده يبدأ ياخد أي حاجة إنه كده 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 جسم خلاص وصل لمرحلة النمو كامل ويقدر إنه هو يأخده كالوقع ويقدر إنه هو ياخده كالوقع 16 سنة 16 سنة ده عكيد بيبقى رياضي خلاص وكبر وبيلعب رياضة بشكل محترف شوية عن الأطفال فطبيعي ده كده بالنسبة له هو جسمه محتاج إنه يحافظ على الموجود يعمل مخزون أفضل ما يستنى لما يخلص ويبدأ يعمل مخزون هل لي أي أعراض جانبية هل بيبقى له أي نعكاسات ممكن تأثر على الحياة اليومية للي بيتناوله لا خالص هو كلها مكونات طبيعية زي ما قلنا وكلها بتفرز جوه الجسم أصلا فإحنا بنادي له كمية من بره عشان حتى لو الإفراز أقل أو هو محتاجه أكتر فيبقى موجود لكن هي كده كده مكونات طبيعية ما لهاش أي أضرار ولا أعراض جانبية خالص طب إيه الميزة المضافة اللي موجودة بجوين بيكسل إنت حتى تعرف برضو الأدوية أو العلاجات الموجودة كتير اللي ليها علاقة بموضوع المفاصل والحاجات اللي زي كده إيه اللي بيدي الجوين بيكس خصوصية وتفرد؟ زي ما احنا اتفقنا كده هو احنا يعني اتلم فيه خمس عناصر بيقوموا بكذا وظيفة أحسن من أننا أخذ حاجة لوحدها يعني في ناس بتاخد أدوية بتبقى مكونات من جلوكوزامين فقط في ناس تاخد أدوية للمفاصل بيبقى فيها كوندروتين وجلوكوزامين بس عشان الغضروف إحنا لمينا كل الأحياجات اللي محتاجها المفصل سواء جلوكوزامين كوندروتين زي ما اتفقنا الهيرونيك أسد اللي هو أصلا جوال المفصل نفسه اللي هو السائل مع مادتين بقى زي ما قلنا البرومالين دي عشان تقلل أي التهابات موجودة فأنا مش محتاجة أن أخذ دواء تاني يقلل بالتهاب ومش محتاجة أخذ مسكن جنب المكمل الغذائي اللي هو فيه الجنجر اللي هو بيقوم بكتسكين طبيعي للجسم فهي دي الميزة اللي فيه إنه هو فيه كل المواد اللي بتؤهل المفصل أن يبقى طبيعي مش نقصه هل هل الموضوع بيحتاج مكمل غذائي إضافي إلى جانب الجوين بيكس هو أكيد بالنسبة للجوين بيكس هو ده كده المفصل نفسه إنما جسمنا نفسه يعني هل هو الواحده كورس علاج ولا بيجمعها مثلا؟ ومعها ثلاثة كمان بيكملوا أكتر عشان بقى الجسم ككل إن توتل منهم الفيدي بيكس ده فيتامين دي وفيه السي دي زي بيكس ده اللي هو كالسيم سيتريت وفيه الالب مالتي فيت ده بقى مكمل عام غذائي في جميع أنواع ولازم يتأخذوا مع بعض يعني الأفضل دايما أن نأخذ كل المكملات كلها عشان الجسم بقاش نقصه أي حاجة لأننا اليومين دول الأكل محدش بيأكل كويس محدش بممتزم بمعايد الأكل في حاجات كتير قوي مبقيتش زي زي زمان ما فيهاش الفايدة المطلوبة بقينا نقلل من السلطة أكتر من الأول فطبيعا نحن نأخذ الفايدة الكافية لجسمنا فالمكملات دي بتحمينا أن نقع بدري طبعا وعلى ذكر الأكل يعني هل في أكلات معينة هادك تنصح بيها إلى جانب طبعا العلاج يعني هل في أكلات معينة بتساعد على تقليل حتى الإحساس بالألم بالألم اللي ممكن يكون موجود عند مفاصل البعض وأكيد كل أكل ولو حاجة بيعملها ده حقيقي يعني المفاصل بالنسبة لنا إحنا بنحاول نبعد الأول على الأكلات الضرة بالنسبة للمفصل زي السكر مضاف لأي حاجة السكر بيدر المفصل جدا بنحاول نبعد عن الحوم الحمراء بكمية كبيرة اللي ده بيؤدي لده النقرس ما هي علاقة السكر بالمفاصل؟ ما هو السكر بيعمل جفاف أصلا في الجسم ده رقم واحد فإحنا اتفقنا أن المياه جزء مهم جدا للمفصل ثاني حاجة السكر بيطلع سموم جواه الجسم بتؤثر على حاجات تانية كتير يعني دي بتتعب المفاصل بشكل مباشر فالسكر مش مفيد وقدر الإمكان حينا بنحاول نبعد عنه يعني نقلل منه هو المفاوض اللي يوم علاقتين سكر في اليوم بس مش أكتر من كده اللي أكتر من كده كله مدر وبنحاول كمان نعود ده بسكر الفاكهة أفضل العسل أحسن بكتير جدا طبعا من السكر بس السكر كمادة نفسه لأ عشان كده سموم بيدا طب ده 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 حاجة مش مستحبة إيه بقى اللي مستحب أن نحن نتجه إلى السمك سمك مفيد جدا جدا للمفاصل والأعصاب لأنه في موجود في مادة الأوميجا ثري وبذات السمك الدهني تاني حاجة بنحاول أن نحن نركز أكتر على البيناتس واللوز والحاجات دي برضا مكسرات دي لأنها فيها برضو أوميجا ثري بشكل كبير جدا بس مش ممكن الإفراط فيها ينتج عنه سمنة أي شيء فتحمل عن مفصد أي شيء الإفراط منه خطر احنا بنتكلم في المعتدل كل شيء ولوه حاجة معينة لازم نخدها في اليوم قصد المكسرات بالذات صعب عايزة إيرادة بالحديد أنك معتدل وانت بتقول لي هانت عالي بس هو المفروض البني آدم اللي هو على الأقل توس ناكس في اليوم يكون مكوّن منه مكسرات ويفضل يكون مثلا من سبعة لعشر حبات أي أن كان نعم إيه فتوس ناكس في اليوم يعني عاشين حبة لو وزعناهم مش وحشين بس طبعا أكتر من كده نحن بنسرح ساعات أنا عارف بس ده بيبقى مشكلة كبيرة لنزام حارك قلت كده هو بيوصل لسمنة والسمنة دي مشكلة ولكن الزيوت اللي موجودة في المكسرات مش مضرة يعني بالنسبة للكلسترول هي مش تعمل كولسترول ضار هي تعمل كولسترول النافع أو الدهون النافع أمم ما الذي يعمل كولسترول الضار؟ اللي هي بقى الزيوت المهضرجة اللي هي اللي نحن بنحطها على الأكل اللي نحن بنطبخ فيها بطاطس محمرة بنقليها في زيت فدي زيوت مهضرجة طبعا أحمر البطاطس زيب غير زيت ما أحمرها في زيت بس ما تبقاش حاجة يومية أو ديلي الفكرة في الكمية وفي التوقيت هو ده اللي يثبط الدنيا ومش إننا الحرمان شيء خطر طب هل الجوينت بيكس ممكن يصلح ما أفسده الزمان؟ آه طبعا ده أكيد في هذا الإطار يعني؟ في الوقت اللي احنا فيه ده طالما احنا الحمد لله ما بنشتكيش من حاجة واخدنا جوينت بيكس أو خدنا المكملات الغذائية فطبيعي الجسم بيبدأ يكون كل حاجة تاني ويلتأم تاني ويبقى أفضل من أول طبيعي ده لازم برضو نربط إن احنا لازم هنكون في رياضة وفي حاجات تانية بنعملها للعضلات عشان نحمي بقى المفصل أكتر لأن حماية المفصل مش جاية من المفصل نفسه قد ما هي جاية من العضلات اللي حواليه والأربطة اللي حواليه طول ما دول أقوية قوي طول ما المفصل ما بيحصلوش إصابة طول ما بيحصل إن هم فيهم أي جزء ولو ضعيف فبيحصل من المفصل هو اللي بيشيل الحمل كله ويبدأ ياخد الإصابة نفسها يعني لو حتى شفنا لعيبة الكورة أو شفنا أي حد تاني دايما لو هو عضلاته ضعيفة شوية بيبدأ يحصل له إصابة سواء قطع فرباط سواء التواء ليه لأنه مهتم مش بالجزء البدني في الفترة اللي قبل الإصابة دي ولو كان مهتم كويس جدا بالجزء البدني ما يوصلش إن هو يسيب المفصل يعني ممكن يحصل قطع في عضلة يحصل إن العضلة هي اللي تتعب شوية لكن المفصل نفسه ميحصل لهش مشكلة دي نقطة إمتى إمتى بنحتاج إن إحنا نغير المفصل تغيير المفصل بيحصل في أوقات لما يكون خلاص ما فيش أمل إن هو ما فيش سائل خالص يوصل إن الغضروف كمان تآكل تماما بيبدأ العضم يحتك في بعضه لدرجة إن العضم نفسه يتآكل طبعا أي دوس على العضم ومتآكل في بعضه بيبدأ يحصل إحساس بألم رهيب جدا طبعا المفصل بيبقى وارم بيبقى الحركة مش كاملة طبيعي الدكتور ساعتها بينصح إن إحنا لازم نغير المفصل عشان نقدر نرجع لحياتنا الطبيعية هل يغير المفصل بيرجعوا فعلا لحالتهم الطبيعية أم لا بالكامل؟ لا بالكامل بس أهم حاجة للعلاج الطبيعي يعني بعد تغيير المفصل والدكتور خلص شغله تماما العلاج الطبيعي يرجعه مية في المية بين قدم طبيعي جدا لدرجة أن أحدش يعرف أنه مغير مفصل أصلا إنما لو مهتم بموضوع العلاج الطبيعي وتقوية عضلاته اللي حصل فيها العملية والمفصل دوت أو بيبنى عليه طبعا فرق رهيب جدا وممكن ما يرجعش بكامل طاقته خالص طب حضاك من شوية وأنت بتتكلم بتجاوب على سؤال من الأسئلة كلمت بشيء من التأدير كده لبيتامين دال آه طمام فيتامين دي ده مهم جدا جدا مهم ليه مع شخص؟ والأسف أننا في مصر هنا رغم أننا عندنا الشمس وهي أصلا مصدر الرئيسي الفيتامين دال 90% ما مصدرين عندهم نقص فيتامين دي دي مشكلة رهيبة قوي إحنا ما نعرضش نفسنا للشمس بشكل صحيح المشكلة الأكبر بقى أنا واحد من ناس عرفت المتأخر أنا فاكر أن أنا وانا ماشي مثلا تحت الشمس خلاص فأنا كده مستفيد منها تضح أن لا قال لك لازم يبقى فيه يعني موعيد معينة بالزبط لا موعيد معينة وتتعرض لها بشكل مباشر الجلد نفس هو اللي بيمتص فيتامين دي من الشمس إنما لو أنا ماشي بيهدومي فهو ما ممتصش حاليا طبعا هلنمشي من غيرها؟ لا ما هو المفروض بأن إحنا بنختار نص ساعة في اليوم لفيتامين دال أو من ثلاثة لخمسة ده برضو من وقت مناسب جدا لفيتامين دي دي أنسب وقت لأن من عشرة لثلاثة ده بيبقى أكتر ألتر فيروت ريز اللي نازلة من الشمس ودي مدرة شوية فاحنا بنحب أن نبعد شوية على الموعيد دي ومش لازم طبعا الجسم وكله قدم احنا بمسلا إدراع الرجل نفسها تتعرض للشمس المنطقة اللي ينفع نعرض على الشمس هي اللي تظهر للشمس إنه ليس بواسطح names خالص ها nerede؟ لكن أهمية فيتامين دال نفسه أنه أساثا هو اللي تجعل الكالسيوم يرتبط بالعضم من غيره ما بيحصلCL إن الكالسيوم يتكون جوء العضم لازم فيتامين دال نقصه يؤدي إلى يحصل هشوس عظام أو إن العضم يتаемся لأسرة ما يبني نحنا كل يوم نقص الكالسيوم يحدث من Plan وهو فيتامين للأساس عشان الكالسيوم يخش لو مش موجود في حالة كالسيوم ولأنه مش موجود إنه يرتوط في الجسم يتخلص منه، ولو عندنا فيتامين دل كويس ونقص كالسيم فليس موجود يبني بي إنه برضو يومياً العظم التعامل لازم يكونوا موجودين دايماً مع بعض مدايد أهمية بقى الألف مالتي فيد بالمناسبة؟ الألف مالتي فيد أكتر منه كمان للأعصاب ومقويات غذائية عامة نحن نتكلم على الفيدي بيكس مع الـ CDZ بيكس اللي هو كالسيم ستريت كالسيم بقى ده ستريت ده أفضل مكون كيميائي للكالسيم غير متعب للمعدة مشاكل خالص، بزرط خالص، عشان دي أنسب تركيبة لي، ما تعملش مشكلة مع المعدة ده عشان مكونات وطبيعية؟ عشان هو كالسيم ستريت لأن فيه كالسيم كاربونات ده بيحتاج مجهود شوية من البطن وهضمة أكتر فده ممكن يعمل مشاكل في المعدة فهو الـ CDZ أصلاً مركز، يعني كالسيم نفسه فيه منه أصناف؟ أكيد، مركبات كيميائية مختلفة، فكالسيم ستريت أحسنهم للمعدة وما يعملش أي مشاكل خالص في البطن تماماً، حتى يتأخذ الصبح من على غير ريء وما يعملش أي مشكلة تماماً يعني أنا لو كنت تعرفت على حضرتك مرحلة السنة، كنت هتفرق معي كثير في تحالة الكمية؟ رب أنا أخليك لأننا موجودين، أتكلمك بأمان، كنت كنت تقفل تحالة الكمية حضرتك على حضرتك؟ يعني ليست درجاتي، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، برضو، هل فيه سلوكيات معينة حدك بتشوفها؟ وأنت بحكم الخبرة والمعرفة والدراسة، عارف أن السلوك ده تحديداً بيلتج عنه خراب مستعجل للمفاصل؟ بالنسبة للمفاصل، إحنا مبدأين بالنسبة لأنا أتكلم عن الرياضيين، أولاً إحنا محدش بيعمل وورمينج أب قبل التمرين، دي مشكلة كبيرة جداً من راجعة هنا جداً، حتى الناس بتروح الجيم، ما بتعملش وورمينج أب، أثناء التمرين، فبالتالي فترة الورمينج أب دي مهمة قوي قوي قوي، من أهملها إحنا، الستريتشات برضو، أو الإطالات للعضلات قبل ما نبدأ التمرين، وبعد ما نخلص تمرين مهمة جداً جداً، ناس كتير قوي بتهملها قبل وبعد، لأن برضو الإطالة للعضلة بتخليها توصل لطول المناسب، فلما تيجي تشتغل، تشتغل بفونكشن أعلى، والبلوت فلو بيكون فيها ماشي كويس قوي، فيبقى الإفكت أعلى، إنما أنا لما سيبها متيبسة وشورت، واجه أشتغل عليها، فهي تأثر أكتر، فبالتالي كل يوم عن يوم أنا هوصل لمرحلة أن أنا مش أعرف أفر الدرع للآخر، أو مش قادر أحرك رجل للآخر، فإذا من المفصل بدأ يتأثر، إنهم بيمصلش للمدى الحركة بتاعه كامل، فدي من العادات الخاطئة جداً، عندنا الناس بتاعه كتير جداً جداً في فترات طويلة، بالزبط، بيوضي فترات طويلة قوي، يعني وتاني حاجة وضع الرجل، اللي وضع الرجل لازم يكون كل حاجات 90 درجة، في ناس بتحط رجلات تحت رجلات قوي، في ناس تقعد فردة رجلية على الهواء، برضو مدكس الموبايل اللي كلنا بنكفي برأسنا القدام عشان تما نرفعه، مهمة جداً، ودي بدأت تظهر في الشباب بقى أكتر دلوقتي إن شباب كتير صغير بدأ في حاجة اسمها تاكست ناكس سندروم، اتسمت عليهم إن هم من كتر مهم بيبعملوا تاكست، وقعدين بيتكلموا عن موبايل، فإن رأبتهم عملت على طول الوضع ده، وهم لسه صغيرين يعني مش نقول إنهم جبار ده مثلاً موصلش نشر سنة، بيجوا يشتكوا من رأبتهم ويشتكوا من ألام، كل دي النقاط في متألها مية لازم كلنا نركز فيها ونرأيها كويس يا حضرات، أنا أشكر حضرتك جزيلاً، شكراً جداً، شكراً جداً، ومعرف حلقت النهار ده نور دينا، برسي جداً، برسي جداً، برسي جداً، وبنتمنى أكيد لكل حضراتكم وميك أند جميل إن شاء الله خراص، ده آخر ويك أند في السنة كل سنة وكل حضراتكم طيبين، ويا رب إن شاء الله السنة جديدة تكون سنة خير علينا جميعاً، كل سنة والطيبين، أشوفكم على خير إلى النقاط.